اهلا بكم يا جماعة في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن تاني لكن بشكل مختلف شوية. النهاردة هنتكلم عن عشر حاجات تميز عن طبعا كلنا عرفين حاجة جمدة جدا وموبايل ممتاز جدا. لكن بعد ما شفت الاعلان عن نهاردة لقيت ان في فعلا عشر حاجات يتفوق عن فيها. وما بدأين يا جماعة صحيح انا اه قررت خلاص ان انا ان شاء الله هعمل جيب واي على الكاميرا زي ما عدتكم. في فيديو ريفيو ليها هينزل قريب خالص وهيكون في شرطة للجيب واي وكده. هتأكدوا طبعا انتم مشتركين في القناة علشان لو حابين تكسبوا الكاميرا او كده. وتعملوا لايك للفيديو عادي وانتم تحت. اول حاجة بتفوق فيها عن الجالاكسي نوت ايت بجدارة جدا جدا وهي اكيد بطارية الموبايل. بطارية الواوي ميت 10 والميت 10 برو والميت 10 زي بورشها تلات موبايلات بتيجي بسعة 4000 ميلي امبير. اما بطارية النوت ايت فبتيجي بسعة 3300 ميلي امبير. طبعا الحكم على البطارية ما بيكونش من خلال رقم البطارية بس. في عوامل تانية طبعا بتأثر على بطارية زي شاشة الموبايل. طبعا شاشة الجالاكسي نوت ايت افضل بكتير من اللي موجودة على الواوي ميت 10. ودي حاجة كلنا عارفين هاني. الشاشة بتيجي بمقاس اكبر حتى من موجودة على الميت 10 ستة فاصل تلاتة انش. وبتيجي بدقة كواد اتش دي بلاس وسوبر امولد. اما بالنسبة للميت 10 فشاشته بتبقى ستة انش. وبدقة توكي. طبعا شاشة النوت ايت هتستهلك من البطارية بشكل اكبر بحكم ان شاشة كبيرة شوية. وان هي بتدي كسافة بكتيرات اكبر. لكن ده برضو مش العامل الرئيسي في استهلاك البطارية. وهنا بنتكلم بقى على المعالج اللي بيجي بي الواوي ميت 10. وهو معالج كيرين تسعمية وسبعين. بدقنية العشرة والنانو متر. ولي شركة واوي بتقولني هي بتوفر بشكل كبير جدا جدا من البطارية. فدي طبعا حاجة كويسة جدا. من الاخر يعني بطارية الميت 10. من رأيي هتكون افضل من موجودة على النوت ايت. ونيجي بقى للحاجة التانية اللي بتفاق فيها الميت 10 على النوت ايت. الحاجة التانية وبما اننا بنتكلم على البطارية وكده فهي برضو ليها علاقة شوية. وهي اكيد خاصية الشحن السريع. طبعا كلنا عارفين ان النوت ايت بيدعم خاصية الشحن السريع. لكن هنا في الواوي ميت 10 بيدعم خاصية شحن سريع. سريعة جدا جدا. اسمها سوبر تشارج ودي بيتمكنك ان انت في حوالي تلاتين دي ايئة بس. تقدر تشحن تمانية وخمسين في المية تقريبا. دي طبعا حاجة واسية جدا. النوت ايت في حوالي مسلا تلاتين دي ايئة ممكن يكون يشحن تلاتين في المية حسب المراجعات وحسب الفيديوهات اللي انا شفتها. بيشحن تلاتين او تمانية وتلاتين في المية في حوالي تلاتين دي ايئة. فطبعا الميت تين هيتفوق هنا برضو. تخيلوا يا جماعة ان انت معاك بطارية اربح تلاف ميلي امبير. وبتشحن بالشحن السريع جدا ده. وبطارية هنا تات تلاتمية وحتى ما جابتش نفس الوقت. فطبعا ميزة تميزه جدا جدا. الميزة التالتة بقى اللي بيتفوق فيها الميت تين عن النوت ايت وهي اكيد ان الموبايل الوقت يا جماعة بقى بيدعم شرحتين. والشريحتين شغالين فور جي عادي جدا ان هو خلاص الشرحتين بقفون اكتف تقدر تشغل شرحتين. والي اتنين يكونوا شغالين فور جي ودي لأول مرة نشوفها على اي موبايل في العالم. النوت ايت برضو بيدعم شرحتين لكن شرح واحدة تقدر تشغالها فور جي والشريحة التانية سري جي بس. الميزة الرابعة. طبعا كلنا عارفين ان الموبايلين بيجوا مع دول كاميرا اللي هي الكاميرا الخلفية المزدوجة. والنوت ايت طبعا كاميراته خرافية ولا يعال عليها والحاجات دي كلها ما قلناش بقولش اي حاجة. وطبعا اول مرة نشوف دول كاميرا من شركة سامسونج فاتحة عدسة واسعة ومثبت بصر في العدستين. كل ده تمام لكن انا بتكلم عن ميزة بس. تفوق فيها الميت تين المرات دي. ان الكاميرا هنا بتيجي مع فاتحة عدسة اف وون بوينت سكس والاول مرة من شركة واوي. والاول مرة نشوف من شركة واوي اصلا كاميرا او فاتحة عدسة اكبر من موجودة على سامسونج. دايما سامسونج كارب تبقى اكبر فاتحة عدسة موجودة على اي موبايل. لكن دي حاجة طبعا تمايزه بشكل كبير. هي طبعا تبديك صور افضل في الاقضاء الليلية. في حاجتين كده هما بصراحة مش فرقين اوي لكن هما برضو ما ازالوا حاجة بتميزه. واول حاجة طبعا هي وزن الموبايل. زي ما شفنا في النوت ايت وزن الموبايل كان تقيل زيادة على نزومه ده. عشان الشاشة هنا ستة وتاتة انش. وانه ضهر ازاز وكده والحاجات دي. كنا قايلين يعطين له العزر. لكن لما شفنا برضو الميت تين هنا وضهر ازاز وكل حاجة. وبيجي بوزن مية تفانية وسبعين جرام. اخافي من النوت ايت اللي بيجي مع وزن مية خمسة وتسعين جرام. ولا انا شايف ان هو هيبقى تقيل نسبية. حاجة تانية صغيرة وهي اكيد مكان البصمة. هي مش صغيرة بالنسبة لي بصراحة خالص. انا مش قادر اتعود نهائيان. كل امسك الاس ايت بلس او النوت ايت. مش قادر اتعود على مكان البصمة. اصلا النوت ايت حجمه كبير وطويل شوية كده. علشان هنا الابعاد تبنتاشر الى تسعة. لكن هنا في الواو ميت تن الابعاد تبنتاشر الى تسعة. والموبايل مش كبير اوي ولا حاجة. وما كان البصمة طبيعي جدا تحت الكاميرا. مش فاهم بصراحة سمسك اتفكر في ايه لما عملت مكان البصمة ده. اما بالنسبة بقى السابع ميزة معنا النهاردة. واللي شايف برضو ان الميت ايت بيتفوق فيها. وهي اكيد ان الميت ايت الوقت يا جماعة عليه اندرويد اوريو. من اول ما تفتحه من القلبة على طول. مش محتاج حتى ان انت اتحدثه. حينا ان النوت ايت نازل بقى له شوية ولسه لحد الوقت ما وصلنوش اندرويد اوريو. وموجود عليه اندرويد سبين بوينت وينت 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 وان. فدي برضو من الحاجات اللي اتميزه جدا مش موضوع ان هو هنسل له التحديس اسرع وجودة. لكن هو هيفرق طبعا في الاداة. الميزة اللي بعد كده بقى في الميت التانية يا جماعة مش موجودة في النوت ايت. وهي اكيد ان الموبايل الوقتي بقى بادة عام خاصية اسمها فور بوينت فايف جي اللي هي زي كده دي فور بوينت فايف جي طبعا النوت قيت موجود عليه فور جي عادي جدا زي اي موبايل في العالم وهو بتقول ان قصية دي مش موجودة على اي موبايل في العالم حاليا ومش هتوصل للموبايلات بسهولة قوي لان نواوي اصلا يعني احنا معروف ان هي كاتت مختصة في الشبكات والحاجات دي قبل كده وحاجة معروفة ان نواوي يعني متميزة في موضوع الشبكات الفور بوينت فايف جي دي ممكن يوصل سرعتها لواحد واتنين من عشرة في السانية الواحدة ده طبعا رقب مهول جدا وحاجة خرافية جدا وبغض النصر عن اي حاجة يعني انا مبسوط ان نواوي اخذت الخطو دي ان هي تعمل فرق فعلا في سرعات الموبايلات والشبكات والحاجات دي في الموبايل عشان كل الشركات تبدأ تاخد الموضوع ده الميزة اللي قبل الاخيرة معانا بقى وهي اكيد معالج الموبايل انا مردتش لحط الميزة دي في الاول لان هي مش بالكوة الكافية النهاية تتحط في الاول يعني احنا عندنا الاسناب دروجن تمامية خمسة وتعاتين والاكسينوس تمام تلاف تمامية خمسة وتعين برضو المعالجين ممتازين جدا وادامهم ممتاز جدا جدا لكن انا حبيت احط المعالج لانه هنا يفرق بموضوع الزكاء الاصطناعي اللي واوي عامله مش مجرد يا جماعة في الزكاء الاصطناعي ان هو يفهمك وان الكاميرا تتجيب لك السور وحاجات دي لأ الموضوع اكبر من كده بشوية واوي بتقول ان اداء الموبايل مش هيتأثر مع المدة الزمنية دي طبعا حاجة خرافية جدا طبعا اي حد جاب موبايل قبل كده بدأ معا الموبايل سريع واداء زي الفل وبعد ما شهرين تلاتة اربعة اداء الموبايل بدأ يهنج وبدأ يفهم يحصل له مشاكل وكده لكن شركة واوي بتاكد ان الموضوع ده مش هيحصل مع المت ايد بفضل المعالج والسجاق الاصطناعي وكده لان الموبايل هيفهمك فاهم الموبايل هيسستن نفسه عليك انت بتفتح تطبيقات ايه بتستخدم ايه التطبيقات اللي بتستخدمها شي شيرها من خلفية فطبعا رأي ده مبدئيا بس مش اقدر طبعا احكم عن الموبايلات بشكل نهائي غير لما اغربهم مع بعض واشوف فعلا ان هو الاسرع في الادة اما بالنسبة بقى لاخر ميزة معنا نهاردة يا جماعة وهي من رأيي من اهم المميزات اللي بتفرق عن النوت ايت وهي اكيد سعر الموبايل مع كل الامكانات اللي وناها دي ومع كل المميزات اللي تفوق فيها عن النوت ايت الا ان سعر ارخص من النوت ايت سعر الموبايل يا جماعة حوالي تمنمائة دولار للنسخة اربعة جرام اربعة وستين جيجا فطبعا كلها ايه اربعة رام ونوت ايت في ستة رام عندك النسخة البرو لو انت عاوز ستة رام مع مية تمانية وعشرين جيجا وارخص برضو من النوت ايت وبسعرها تسعونية دولار تقريب وهي بس كده دي كنت كل حاجة بالنسبة لفيديو النهاردة مش عاوزكم يا جماعة تفهموني غلط ان اه افضل بكتير جدا من النوت ايت والنوت ايت سعيق وكده لا النوت ايت برضو في بعض المميزات اللي مش موجودة في الميت تين واللي بتميزه بشكل كبير جدا زي مسلا نشاشة سوبر امولود زي مسلا ان هو بيادعم زي مسلا ان هو في اللي هو القلم دي كلها مميزات لكن انا بتكلم على الحاجات التفوق فيها الميت تين بس عموما قولي رأيكم في الكومنتات هل فعلا انتم شايفين كامل صح ولا لا وشايفين النوت ايت متفوق في ايه عن الميت تين قوليلي في الكومنتات وكده ومتنسوش اكيد تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين واتفع علوا زرار التنبيهات عشان اجد افا واي اول ما ينزل فكونوا انت اول ناس تشتركوا في الميت تين وكده وبس بس كنت رأيكم في الفيديو للاخر سلام اشتركوا في القناة